متابعيني جميعاً على قناة إنفو تيكفوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سيمان وفيديو جديد النهاردة إن شاء الله على القناة والنهاردة هنتكلم عن مكتبة الأوامر من جوجل AI ستوديو هحط لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو زي ما اتفعنا إن انت عشان تحصل على نتائج دقيقة لازم الأمر بتاعك يكون محدد وما يكونش أمر مفتوح واستعرضنا من قبل برضو مواقع بتقدم لنا مكتبات من الأوامر النهاردة هتكلم عن جوجل AI ستوديو مكتبة الأوامر اللي بمنطقة البساطة تقدر تخش عليه بالأكاونت الخاص بجوجل وتكتشف هذه الأوامر وتجربها كمان بنفسك البرومت جالري ده صحيح هو الديفولوبر في الأساس ولكن أنا كإندي يوزر ممكن أنا أستفاد منه وده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة لما هنخش على البرومت جالري من جوجل AI ستوديو هلاقي عندي حاجات مختلفة جداً أنا هركز على الحاجات اللي أنا جربتها بشكل شخصي وهقولك إزاي تستخدمها حاجة من الحاجات اللي أنا شايفة أن هي مهمة جداً للنساء اللي بتبقى عايزة تحط ترانسسكريبشن للأوديو بتاعها من خلال الأوديو دايريزيشن الموجود داخل جوجل AI ستوديو في البرومت جالري هخش على الأوديو دايريزيشن وهنا بيوريني أنا كيوزر إيه الأمر اللي أنا ممكن أن أستخدمه دا عبارة عن أمر جنريت أوديو دايريزيشن إنكلودين ترانسسكريبشن أند سبيكر إنفورميشن دا الأمر اللي أنت حتستخدمه كيوزر ولازم نفرق ما بين السيستم برومت واليوزر برومت السيستم برومت حيستخدمه في إيه؟ حيستخدمه وده اللي بيكون خاص به السيستم دا حيستخدمه لما كون بعمل كاستم جي بي تي في شات جي بي تي مثلا على سبيل المثال أو أيا من المزج الزكاة الاصطناعي اللي بتوتحلي إن أنا أستخدم كاستم اللي أم أستفيد بي ولكن أنا هنا بتكلم عن اليوزر إن أنا حاخد الأمر كده على طول واستخدمه هنا الأمر هو الأمر دا تقدر إن أنت ترفع الأوديو بتاعك وتكتب الأمر دا فتحصل على النتيجة اللي تحت أو الترانسكريبشن اللي قدامك دا أنا أحمل معاك دلوقتي تطبيق عملي سريع حبتدي إن أنا أروح لي البلاس حرفع الملف بتاعي أو أسجل حتى بنفسي هنا أنا رفعت الملف بتاعي ملف الفيديو بتاعي ممكن ترفع ملف الأوديو ممكن أخد الأمر هنا كوبي وحطه أو أعمل ران الاتنين واحد نحط الأمر مفيش مشكلة ونعمل ران وتعال نشوف النتيجة بتاعتنا هنا هو أخذ 75226 توكنز دا الوقت اللي هو بياخده في عملية الترانسكريبشن عملي يعد معي كام سانية وابتدى بالفعل يديني الترانسكريبشن واخد بالك لأن الفيديو دا المحتوى بتاعي باللغة العربية حيديني هنا باللغة العربية طبعاً التايم ستامبي دا تقدر تستخدمه بأكتر من طريقة ولكن أنا بديك فكرة الترانسكريبشن للأوديو فايل هنا طبعاً دا فيديو فايل زي ما إحنا شايفين بالمنظر دا هو هنا دا فيديو عبارة عن زي ما إحنا شايفين بالمنظر دا دا ترانسكريبشن للأوديو اللي موجود داخل الفيديو دا عبارة عن عمر من الأوامر تعالوا نروح لحاجة تانية من من الحاجات اللي عجبتني أيضاً في عندك على فكرة بس أنا ما جربتوش لو أنت طبط منه أنه يعلمك لسن معين ممكن أنت تستعين به هنا الماركتينج رايتر أنت عندك صورة منتج ممكن ترفع الصورة وتطلب منه أنه يكتب لك ماركتينج ديسكريبشن هنا هو أعطيني بروديكت إيميج كمثال عبارة عن باسكتبول نفترض المنتج بتاعك باسكتبول وهنا التارجت أوديانس مين مين اللي أنت بتارجت الجمهور المستهدف هو الرياضيين وبالتالي هنا الماركتينج ديسكريبشن لما حدوس رن حيديك الماركتينج ديسكريبشن أو الدعاية بناء على التارجت أوديانس بتاعنا اللي هو الرياضيين زي ما إحنا شايفين أعطاني كذا أوبشن بختار ما بينهم ممكن نبتدي نقاد تاكست إجزامبل نجرب مع بعض مثال هنا هبتدي أحط صورة أرفع صورة هاختار من الصور اللي أورادي موجودة مثال عايزة أعمل ماركتينج ديسكريبشن للصورة دي وهنا الجمهور المستهدف محبي الطعام يعني محبي الطعام وهبتدي أقول له رن هنا بس الأمر الأولاني ده أنا مش عايزيه خلاص هقول له رن هنا يكون عندك بس الحاجة اللي أنت عايز تحصل عليها شلت الباسكتبول الإجزامبل اللي فات استمتع بتعمل أي قوم مع طبقنا من البيتا المغبوزة الرائع من البيتا المغبوزة الطماطم قطع فيتا طريق يعني ديسكريبشن عموما بالعربي وبالإنجليزي كمان عطاهولي فأنت بقى على حسب أنت بتستهدف جنهور نطق بالعربية أو بالإنجليزية بتبتدي تكتب الماركتينج ديسكريبشن بتاعك الخاص بالمنطق هروح مرة تانية للبرومت جالوري وهنا البرومت جالوري في الجزء المتعلق بكتابة بلوغ بلوغ بوست كرييتور هنا كيوزر أنت بتستخدم الأمر ده طبعاً أنت ممكن تاخد الأمر ده تستخدمه على شات جي بي تي استخدمه على أي حاجة وتجربه لكن هنا هو بيورغولك بشكل عملي داخل عشان تجربه بشكل عملي داخل جوجل AI ستوديو بتختار الموديل اللي أنت عايزه ممكن أختار كمان 1.5 برو وهنا بتبتدي أنت ترفع الصورة مكان الصورة دي بتبتدي ترفع الصورة اللي أنت عايز تعمل على أساسها البلوغ بيقدر أنه يفهم الصورة ده ريسيبي معين أو أكلة معينة مجرد ما حمله رون كده حيبتدي يديني الريسيبي دي تمام من بلس أنت بترفع الصورة بتاعتك هنا ابتدي يديني البلوغ بوست زي ما إحنا شايفين ممكن تطلب منه أنه يترانسليت ممكن تطلب منه من الأول write a short engaging Arabic بلوغ بوست based on وترفع له الصورة بتاعتك it should include a description of the وتبتدي تكتب أنت عايز description موجود ويتكلم عنه ده بالنسبة للجزء الخاص بالبلوغ بوست كرييتور من الحاجات الحلوة الموجودة في prompt gallery في عندي math tutor إنه هو يعلمك درس معين هنا أيضا إذي الأمر الخاص بالuser teach me a lesson on وتبتدي تكتب الأمر وهنا الموديل حيبتدي إنه هو يديك الإجابة زي ما إحنا شايفين ده بناءا على الأمر اللي انت كتبته أو اللي انت عايزه طبعا هنا ممكن تختبر أكتر من موديل زي ما قلت لك هنا الاختبارات خاصة بالdeveloper أكتر ولكن إحنا بناستفيد كend user من الأمر ده كان فيديو سريع عن gallery الخاص بالأوامر الموجود في جوجل AI studio أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة على قناة info take for you كل اللي احنا بنقدمه زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe للقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساشوا like وشيروا comment دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر